ثلاثية نظيفة على الرغم من أن لاعبي العين الإماراتي فيهم لاعبين بأرقام فلكية لكن الكورة ملهاش كبير والمارض الأحمر أثبت تفوقه في الملعب بمنتهى يعني زي ما شفنا يعني تعليقك هو يعني مع كامل اللي احترمنا للفريق العين فريق كبير وهو زعيم آسيا وبطل دوري أبطال آسيا كان عامل سيزن رائع للمسلمين اللي فات ومن الفرق الكبيرة جدا في آسيا ويضم اللعبين محترفين على مستوى عالي ولكن العين يعني ما تعلاش على الناد الأهلي فبالتالي لو العين هو بطل آسيا فالأهلي بطل آسيا وبطل أفريقيا شفنا قبل كده مع الهلال والناس كلها قعدت لك القيمة السوقية للهلال السعودي وهيكسب الناد الأهلي بالسريع وشفنا الناد الأهلي بيتوّك بروعية نظيفة في شباك الهلال السعودي العام الماضي في المنديال الأندية في الجوارة المشعة كل الناس بتقولك انت حتى جدة ويعني هيطرق على النادي الأهلي وكريم بنزيم أو كانتي وشوفنا مباراة ولا أروع من لعب النادي الأهلي وسلسية مقابل هدف الاتحاد جدة في الأراضي السعودية فبالتالي أن النادي الأهلي في مباراته مع الفرق الأسيوية يعني يبدو كبيرا ويظهر بصورة عظيمة ينهي اللقاءات مبكرا ويسجل الأهداف ويحافظ على رصيده أنه طول الوقت متوج على الفرق أسيا فبالتالي النادي الأهلي استحق المباراة مباراة استحق الكأس السلس قرات أفريقيا وأسيا أو قيانوسيا بجدارة واستحقاق سيطرة على مباراة بكاملها منذ انطلاق حتى النهاية لم يظهر العين ولم يشكل خضورة على مرمى محمد الشنو حتى أنه بعض الإعلام الإماراتي لكن العين لم يحضر إلى القاهرة فبالتالي أن النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة جدا وده طول الوقت هو النادي الأهلي أنه لما يخسر بطولة بطولة الصبر الأفريقية ما من نادي الزمالك عاد مرات أخرى وكسب بطولتين مش بطولة بطولة الصبر المحلي على حساب الزمالك في الإمارات ثم بالأمس الفوز على العين الإماراتي والتأهل إلى نصف نهائي كأس الانتر كونتنينتل دي مكاسب فنية كبيرة جدا للنادي الأهلي طبعا بجانب المكاسب المادية النادي الأهلي مباراة حق 2 مليون دولار مكافئة المباراة ولسه يعني في مزيد من الأرقام في المباراة القادمة يعني إن شاء الله طيب كلمنا محمد مبارح عن التكنيك للعب دي أو اللعبة كانوا يستخدموه في الملعب واللي طبعا كان دربهم عليه كولر بشكل كبير جدا التكنيك ده كان مختلف عن المباراة القابلة كده هل شفت فيه اختلاف عن السوبر المصري والسوبر الإفريقي اللي كان مع الزمالك؟ بص بيش اختلاف كبير لأنه يعني نفس التشكيل حتى نفس التشكيل للعب مبارح ونفس التشكيل للعب في المباراة للسوبر أمام نادي الزمالك نفس الطريقة ونفس الخطة ونفس كل شيء وباستثناء بس الضغط مبكرا وخلي بالحضرات كان حصل في مطش الزمالك أيضا حتى لو شفت في مطش السوبر النهائي في أول تلت ساعة الأهل مضيع ثلاثة انفراضات أمام نادي الزمالك كان تقلق محمد عواد بقوة كان وسام ضيع انفراضين وحسين الشحات ضيع انفراض بمرمى عواد فبالتالي نفس اللي حصل في مطش الزمالك هو اللي حصل في مطش العين الأهل بدأ ضغط على العين مبكرا ومستحوز على كل شيء ويهدد مرمى خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي حتى نجح وسام بوعل انه يستغل خطأ مدافع العين ويسجل الهدف الأول للنادي الأهلي نادي الأهلي استمر في الضغط انه كل الناس قد لك انه يبدأ يتراجع قليلا خلاص متقدم بهدف والتاقي يبدأ يقفل خطوطه ولكن انه الحالة الفنية الضعيفة لنادي العين في مبارات الأمس وحتى كريسبو المدير الفن للعين يتحدث في المؤتمر الصحب وراء قال ان الفرقة مجاتش هو الدفاع مبارح كان خطير يعني صراحة كان قوي جدا للعين ولا للأهلي لا للأهلي طبعا بص لما يكون عندك سوفيان رحيمة يعني احد ابرز المهاجمين حاليا ولبا كتجة مهاجم قوي جدا وانه تقدر سيطرة عليهم طول التسعين دي فبالتالي ده نجاح لدفاع النادي الأهلي وحالي سمر مرمى ولكن هي القصة مش هجوم فقط لانه يعني خط الوسط عند العين ما كانش موجود خط الدفاع ما كانش موجود كولر نجح انه يقلق كل الخطوط على يعني كريسبو مدرب العين الاماراتي فبالتالي ظهرت المباراة انها من طرف واحد النادي الأهلي مسيطر مستحوص يهدد المرمى يسجل الاهداف في غياب تام للعيب العين الاماراتي ايضا في غياب للمدرب كمان كريسبو انه حاول يعمل تغييرات مبكرة يدفع ببعض الوجوه الموجودة على دكة البلاء ولكن كله لم يأتي بسمره معه يعني فظهرت النتيجة انه النادي الأهلي يعني يتفوق بسلسة نظيفة والنادي الأهلي ضيع اكتر من هدف كان يقدر يضاعف النتيجة بشكل كبير جدا كممكن فعلا نجيب هدف اكتر من كده